الله الرحمن الرحيم. عزيزي طلب لقواعد توزيع الالكترنات في مستوى الطاقة الفراعية. طبعا اه توزيع الالكترنات اه بيتم على تلات قصص. الاساس رقم واحد مبدأ باولي الاستبعاد. ثم اه مبدأ البنات صعودي او افباو. اه تلاتة قاعدة هند. اه هنحاول اه نوضح لك اه كل اساس على حدة وامثلة بحيث ان انت ايه ما تليش اي مشكلة في اه توزيع الالكترنات لان الكلام دي طبعا هتحتاجه السنة دي والسنة الجاية في سنة تلتة سنة وان شاء الله. اه بالنسبة اه لمبدأ باولي الاستبعاد. اه بينص على لا يتساوى الكترنين في نفس الزرة في عدد الكم الاربعة. يعني اقصى حاجة ممكن الالكترنين يتساوى في تلات اعداد. عدد الكم الرئيسي. عدد الكم الثانوي. ال. عدد الكم المونتسي ام ال. لكن غالبا هيختلفوا طبعا في عدد ايه? الكم المغزالي ازا يتساوى في تلات اعداد السابقة. طبعا مش معنى كده ان هم اه كل اكترنين لازم تكون متساوى في تلات اعداد كم? لا ده اقصى حاجة. لكن اه احيانا بيكونوا متساوين في عددين بس او في تلات اعداد. ماشي? او في عدد واحد. لكن اقصى حاجة يتساوى في تلات اعداد. اه فقط. على هزا الاساس تم وضح مبدأ. بقول الاستبعاد. وقدامك بعض الامثلة. بتوضح لك الكلام ده. اه سواء كان الالكترنين او الالكترنين في المستوى اس او في المستوى بي. اه بنوضح لك ان اه من الصعب جدا ان تساوى في الاربع اعداد الكم اه عدد الكم الرئيسي وعدد الكم السنوي وعدد الكم المغناطيسي والمغزالي. لازم على الاقل عدد واحد يكونوا مختلفين فيه. زي ما تشوف الامثال. تمام? طبعا مبدأ بابل الاستبعاد. اه كل فيه طبعا التعريف بتاعه المفهوم بتاعه. والامثال اللي انت شفتها. اه لكن اه طبعا عشان نقدر اه نوزع الالكترنات في مستوى الطاقة الفرعية. اه لازم اه نستخدم مبدأ او بنسميه مبدأ البنات الصعودي. وقاعدة هن. علشان اه تستخدم اه هذان المبدأين في التوزيع الالكتروني. وطبعا انت فاكر ان المستوى الاسسية كل مستوى اساسي يحتوي على مستوى فرعية بتساوركم الكم ليه. وكل مستوى فرعي في مستوى تحت فرعية هندقى طبعا اه اه بمبدأ البنات الصعودي او مبدأ. وفي باو اه في مبدأ البنات الصعودي اه بينص على ان هو يتم ميل مستوى الطاقة. الاقل اولا ثم الاعلى فالاعلى فالاعلى. يعني ان ببدأ ايه اه ارتب مستوى الطاقة اه ولكن بملى المستويات حسب الطاقة. زي ما انت شايف قدامك. اه كل مستوى اساسي بيحتوي على عدد مستوى تفرعية بتساور رقم الكم دي. لو احنا ارتبناها اه بنملى في الاول مستوى وين اس على سنة هو اقل مستوى في الطاقة. احيانا للتسهيل ان كان الكلام ده من من واحنا طلبة كمدرسين طلبة في الجامعة اه كان ايه الاساسات زي بتوعنا كانوا بيسهلونا الموضوع عن طريق جمل. في بعض الاحيان طلبة طلبة ما عارفوش يشتغلوا عن طريق الاسهم زي ما انت شايف كده. فاحنا بنقول لهم في جملة مشهورة طبعا من زمان منزل قدم. بنقولها لها اس اس بس بس دبس دبس. فدبس فدب. فطبعا الجملة دي يعني ايه اه جملة معروفة منزل قدم يعني. اه مش معلفينها يمكن اسات زيتنا هم اه حسب مبدأ البناء التصادي. وقدامك طبعا امثلة. انا اجيب لك امثلة كتير عشان توريك الايه? اه توزير الالكتروني. اه. وزي ما انت شايف اه ممكن بهذه القاعدة او مبدأ بناء التصادي او بهذه الجملة البسيطة. اقدر اوزع اه جميع عناصر الجدول الدوري. بس بعض الاحيان هتلاقي فيه عناصر اه بتشهزة عن القاعدة القاعدة التوزيع. اه وديك المثال لها في الاخر. اه لانك طبعا تحتاجه. اه هنتكلم عنه في الباب التاني تفصيليا. وتحتاجه طبعا في السنواء العامة ان شاء الله في العناصر الانتقالية. فانا اه وردك برضو مثال للكروم اربعة وعشرين. والنحاس الساعة وعشرين كعناصر اه بيختلف توزيحها عن مبدأ البناء التصادي لازباب طبعا اه ان اه الزرة اللي كانت تكون مستقرة لابد ان يكون المدارة الخارجي لها اه اما يكون ممتلية بالالكترونات او نصف ممتلية. عامة تابعي الامثلة معي. ولو عندك ايسر صاري بعتلي. اه وطبعا قاعدة هند تعتبر مكملة لمبدأ البناء الايه التصادي. هتلاقي اه نفس الفكرة. بس قاعدة هند اه كل اللي همنا فيها انه اه يتم اولا ملء الاوربتالات بالالكترونات فرادة اولا قبل ان تزدوج وذلك افضل لها من حيث الطاقة. يعني لو عندي اه تلاتة اوربتال في المدارة الفرع بيه لازم وعندي تلاتة الكترونات لازم كل اوربتال يكون فيه الكترون واحد مفرد فقط. لو عندي اربعة او خمسة ببتدي ازوج بعد ايه بعد ما خلص التلاتة فردي الاول زي ما انت شايف. اه وبعد كده ايه اه اه لو ما عنديش طبعا الكترونات اه بيستمر الكترون فردي اه بمفرده في الاوربتال. عموما تابع الامثلة وانا اجاب لك امثلة اه لتوزيع النيتروجين الفوسفور 15 اه وعناصر اخرى اه يشوف طريقة توزيحها علشان اه ما يقابلكش اي مشكلة في التوزيع الاليفتروني وان شاء الله يكون فيديو بسيط وسهل تستفيد منه اه وحاول اسيب لك في صندوق الوصف اه اختبار على الباب الاول لان احنا بالفيديو ده بنكون انهينا شغلنا في الباب الاول فهنعمل لك اه بعض الاسئلة الهمة على الباب الاول في سورة المتاحات الالكترونية عشان انت هتعود عليها اه وان شاء الله في المرة القادمة هنبدأ نشتغل في اه الباب التاني الجدول الدوري الحديث اه اه وتضرر خواص العناصر اه اه وبنتمنى ان انت تركز كويس في التوزيع الاليفتروني لانه مهم جدا بالنسبة لك في المرحلة السنوية عموما والسنوية العامة طبعا ايه خصوصا اه 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 ولو عندك اي اسئلة زي ما قلت لك ايه اه اه في صندوق الوصف او في التعليقات او على اه مدونة مستر اشرف الهادي الفريدة على بلوجر وتابعني في البس المباشر وان شاء الله تستفيدوا اه ونتمنى للجميع التوفية والنقية وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستر اشرف الهادي كابير معلمين الكامية جميلة نطنية نصول قرار جديد شكرا 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 شكرا